وده حنجلها في فقراتها زكاة عمدك فقرة ينتكلم فيها دلوقتي عندنا فقرة مهمة تساؤلات على فاتورة كهرباء مدومنا في اتحاد الكورة ومدومنا بنتكلم في مجلس دارة الاتحاد عمل الاتحاد قلية العمل لجان الاتحاد الضوابط اللي الاتحاد عايز يعملها هناك تساؤلات مشروعة على فاتورة كهرباء فاتورة انتقال كهرباء محمود عم منعم سليمان للنادي الاهلي مؤكد هناك تساؤلات مشروعة جدا هقول لكم عنوانين ثلاثة وبعدها أسيب المهندس عدلي وتساؤلاته المشروعة الوفد بيقول كهرباء والاستبدال الصدام القائم بين الاهلي والاتحاد الكورة والأهرام بيقول اتجاه لمنح الزمالك قيدا استثنائيا في يناير الوفد كمان بتقول مفاجأة جديدة في ملف الكهرباء اتحاد الكورة الأهلي لم يطلب قيده حتى نناقش الأمر ايه المفاجأة اللي فيها وجيه معاد القيد اه انت حتأيده لما يتفتح باب القيد في يناير بالضبط انا هطلب منك حاجة والباب مقفول يعني ابعد عن مشكلة كهرباء وزمالك دلوقتي ده موضوع لوحده انا دلوقتي جايب لعيب فسخ عاده مع نادي ألفش هخش على السيستم هتجيه للبطاقة لازم يتأيد لو فيه بقى شكاوة تانية بتاخد مصارع لحد ما يزور فيها القرار لكن لا تمنع القيد كهرباء نورت بيتك زي ما قال غلاف مجلة الآله في عددها الصدر اليوم اللي بيرصد كواليس هذه الصفقة المهمة جدا اللي دعم بها الأهل صفوفه لكن انت لديك تساؤلات فيما خص كهرباء نفسها القضية نفسها فيه كلام بيطلع وبيطلع جزء منه من اتحاد الكرة نفسه وبعض الناس اللي هي عمالة يعني بتجمع تفاصيل من زملائنا الإعلاميين مشكلة كهرباء ايه الناس تقولك هو بيقول ان العقد ما مضطوش هل دا حقيقي ما عنديش إجابة إنما الشكوى وتدعياتها حتقول ايه اتنين فيه ناس بتقول انه لأ هو كان ماضي على العقد لم يوسق في المعاد القانوني فاللاحة بتقول يصبح العقد لاغ ولا ما ينفعش اكنه العدم سواء فكيف سجل اذا كان المعاد غير قانوني ما عنديش إجابة لازم الإجابة موجودة في اتحاد الكرة تساؤل تالت بيقول أو كلام تالت بيقول همهامة بتقول إن تم رفع اسم كهرباء للاستبدال طب لو هذا حقيقي يبقى احنا بنتنخش ايه لعيد اترفع اسمه دا مش موجود على الخريطة دا عنده حق الانتقال بصرف النظر عن الامور السابقة دا موضوع اذا كنت عايز تنقشها لوحدها كل ديلا دي إجابتها موجودة في اروقة الاتحاد المصري لكرة القدم بصوا جماعة ما فيش اهم في علاقة الجماهير ببعضيها من انتقالات اللعيبة اعتقد حدث في حد ذاته مهم جدا لا دا اهمة من الدوري بالضبط بطولة في حد ذاتها ولما يقترم بلاعب جماهيري في حج كهرباء وصير عليه جدل كبير جدا ولعب دولي تبقى القضية حساسة جدا عند الجماهير عشان كده اتمنى على السادة اعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم لمزيد من الشفافية والوضوح والنزاهة والحيادية يلا بنبسطها مطلوب الاجابة على تساؤلات كتيرة مهمة في القضية دي رقم واحد اضافة للمهندس عاد لي قالوا الزمالك كان يملك عقد لمحمود كهرباء في اتحاد الكورة عشان لعب معها السنة اللي فاتت هناك كلام كلام الى ان يزبط انه صح او غلط انه عقد الكهرباء اللي كان مسجل فيه مع الزمالك خلص في تلاتين ستة اللي فات ومناء عليه هو بعد تلاتين ستة مشيه طيب المباريات اللي لعبها كهرباء مع الزمالك وعقده منتهي العقد اللي عرضة للكلام بأنه كان منتهي هل كهرباء مسل الزمالك في مباريات رسمية وعقده منتهي ولا لا عقد كهرباء مع اتحاد الكورة اللي كان بموجبه اللاعب في نادي الزمالك الاتحاد يطلع يقول العقد ده كان ينتهي في الفترة الفلانية هل كان فعلا ينتهي تلاتين ستة سمح ليه يلعب بعد تلاتين ستة بأنهي عقد الصفة التعقدية اللي كان على اساسها اللاعب بيمثل نادي الزمالك في مباريات رسمية مطلوب الاجابة هل العقد الجديد اللي قيل انه تم توسيقه او تم توسيقه او اعتماده في الاتحاد بطريق الخطأ هل موقع من اللاعب ولا مش موقع من اللاعب هل التوقيع اللي عليه بتاع اللاعب ولا مش بتاع اللاعب ما تسيبوش الناس عرضة لأي اجتهادات والأي تشكيك وأي اتهامات الشفافية اقصر الطرق للحقائق توقيع كهرباء اوكي بقى توقيع كهرباء لو اي طرف بيطعم في هذا التوقيع من حقه يفخص ده قانونا وزي كان اللاعب غلطان او الطرف التاني غلطان كل الغلطان يتحمل مسؤوليته طب ايه فكرة عدم التوسيق في المعادل القانوني تحاد الكرة القائم وقتها طلع قال التوسيق تم في المعادل القانوني وسليم الاطراف التانية بتقولك لا لو كان ده تم تسجيله او تم اعتماده في المعادل السليم لا بس ما قالش انا ما سمعتش خالص كلمة تم توقيعه في المعادل قالك تم توسيق عقدك يا رب ما قالش سليم هم تجنب الحديث عن سلامة التوقيع طيب اذا كان تم توسيق العقد يعني تم اعتماده يعني المفروض يكون موجود في سيستم الانتحاد الدولي ده صحيح ولا مش صحيح هل كهرباء الكيس بتاعه ده الحالة بتاعته على الجهاز الاستقبال بتاع الاتحاد الدولي والانتقالات مسجل ايه ايه اللي اداله الحق في انه هو ياخد بطاقة مؤقتة عشان يلعب في النادي البرتغالي هل كان مسجل في الزمالك وطعم في العقد ولا الاتحاد الدولي شاف انه مالوش عقدة اصلا السؤال الخامس هل تلقى اتحاد الكرة شكوى من نادي الزمالك ضد كهرباء قبل ما يروح للاتحاد الدولي ولا ما اشتكاش في كلام ان الاتحاد الكرة بقولك انا ما عنديش شكوى عشان ابحثها طب اما للناس مستنية قرار من الفيفا على انهي اساس على ايه حيرد على ايه وهل يمكن لاي نادي مخطبة الاتحاد الدولي مباشرة دون الاتحاد المصري لا دي دي مش دي مستحيلة مستحيلة ما يقبلاش طيب مسؤولين في الاتحاد بيقولوا لم يعرض علينا شكوى يعني حتى انت لو عايز يشتكي الاتحاد نفسه تبعت له تبعت له تبعت صورة وتقول انا بعت للاتحاد المصري وهو يرفع شكوى ضدك او شكوى ضده طيب دي اسئلة مشروعة على هذه الفاتورة لكن فيما يخص الاستبدال امتى تم رفع اسم الكهرباء من قيمة نادي الزمالك لانه مع رفع اسمه من قيمة اي لعب بيرفع اسمه من القيمة اصبح حر الانتقال مش كده الا اذا عنده عقد عارة انت ترفعني اه زي ما احنا عاملين امتى انا عندي عقد عارة بترفع بيرت الحالة لا بيبقى انت مديني مديني نادي تاني على صفة الامانة ويرجعلي بالزبط لكن انت لو انت رفعته من غير ما تعيره يبقى انتهى حر ما حيروح فات طيب اللاعب مش موجود يعني افترض 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 ان اللاعب ده انت مش عايزه انت معندكش اعظم مشكلة بس انت مش عايزه ورفعت اسمه يفضل على زمتك ازاي زي ما انت رفعت مثلا لاعب وانتقل زي حمودة لو رجعت انت بعد الشوء قلت انا عايزه هتشتريه لا طبع هتشتريك انت سبت حمودة ما بيعتهوش الا ازا عارتو الا ازا بعتو بشرط ان انا وقت معوزه ادفع كذا واخر في نصف عقد طيب كهربا تشال من قيمة ناد الزمالك وتم استبداله وتقال انه تم استبداله قبل نهاية قبل بداية نهاية فترة الاستبدال طيب على اي اساس بيتم المطالبة بالحق دلوقت ما هو فريق بس انت ثم نرجع تفضل انت هي النقطة انا عايز اقول كل دي تساؤلات ما عندناش ايجابات انا عشان كده احنا لو عندنا اجابة احنا ما لقولش لو عندنا اجابة حنقولها لكم ومنتها الوضوء لكن هي تساؤلات من وحي الازمة نفسها تساؤلات من وحي الازمة ده تعبير كل سنة وانت طيب ده اليوم العالمي للغة العربية طيب يعني النهار ده عايز منك شوية مفاجأة كده كل سنة وقال الضد بخير عايزين منك شوية مفاجأة النهار فانت يعني اذا كان تم الاستبدال يعني الراجل حر طب بنتكلم دلوقتي انه اتحاد الكرة بيبحث ملح الزمالك كده استثنائي تعويضا عن رفع اسم كهرباء الكلام برضو مش مفاجأة لا استثنائي مش هنا بقى الخطورة بقى شوف هنا حنتوقف كل الفات حمادة وده حمادة تاني حمادة تاني طبعا احنا لما قلنا زي بعضه تخوفنا من ان انتماء رئيس اللجنة الخمسية مشجع بيحفل على مشجعين فقالوا ان الراجل ده جاي بصفة انه يملك قدرات ادارية والمسئولية هتلزمه انه يمشي عن نظام ويمشي بشكل اعمى وامكلمة مش لقيلها اي محل من الاعراب على مسافة واحدة منها الجميع متى تبقى ممكن تبقى على مسافة بيني وبين واحد بتشده وبتشديني اي يعني انا قدامك فبتشديني وهو وراك فبتشده محل مسافة واحدة لكن هي الفكرة مش كده الفكرة انك انت طلعت وقلت واحد اثنين ثلاثة اربعة وانا هتشوفه هنسوي لحد دلوقتي في الاختبارات في الاختبارات الشكاوة اللي راحت له ما تردش عليها تأجيل مباراة الاهل والزمالك عليها كلام ليه تطلع وتعلم من طرف واحد بدون اختار نادي صاحب المباراة بالملابسات وش معنى الساعة 12 بالليل والحد دلوقتي طبعا الظروف عمالة تتغير في الفرقتين فانت برضو دي اختبار من الاختبارات اللي ما قدرش اقول انه نجح منها او تفوق فيها